أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها ستسير رحلتها رقم 156 من اسطنبول إلى الكويت صباح اليوم الأحد لنقل الركاب الموجودين في اسطنبول إلى البلاد قالت الشركة في بيان صحفي أمس أن موعد إقلاع الطائرة للرحلة آنفة الذكر سيكون الساعة الثالثة وأربع دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة اسطنبول وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت إيقاف جميع رحلاتها الجوية إلى اسطنبول حتى إشعار آخر مع إعادة جدولة الرحلات المتجهة غربا والمرتبطة بهذا المسار وقالت الشركة في بيان إن هذا القرار جاء نظرا للتطورات السياسية المتلاحقة في تركيا والتي أدت إلى إيقاف جميع الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول وأضاف البيان أن الخطوط الجوية الكويتية تؤكد حرصها على سلامة أفراد طواقمها المتواجدين في تركيا وتقوم حاليا بالتنسيق الجاد مع كل من سفارة الكويت في أنقرة ومع وزارة الخارجية الكويتية لضمان أمن منتسبيها وتوفير سبول الخروج الآمن لهم ذكر البيان أيضا أن الخطوط الجوية الكويتية تتابع تطورات الموقف أولا بأول من خلال إدارة العمليات فيها وتدعو عملاءها المسافرين إلى اسطنبول لسرعة مراجعة حجوزاتهم وذلك من خلال الاتصال هاتفيا بالخط الساخن رقم 171 والتأكد من وضع الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني اشتركوا في القناة